اشتركوا في القناة لا يوجد إلا كلمة الصدق ليصفوا بها وكلمة حب هو واحد من قلة استطاعوا أن يخترقوا حاجز الحزن في النفس الإنسانية ليحولها إلى قنبلة من الضحكات العنقودية شديدة لانفجار هو وبمنتهى البساطة واحداً ممن يملكون في أنفسهم كل ملامح الشخصية المصرية المليئة بالجدعانة والسخرية والبساطة والحب هو صلاح عبدالله أهلاً صلاح من أول نهاية الله يخليك أهلاً تبرنامج مشت الله يخليك أشكر شجعتك أنك أنت لا يا رحمة وفقت أنك أنت الجنة يعني أنا بس أقولك أولاً المقدمة اللي أنت قلتها دي يعني أنا بالله العظيم بنا مبلغة أهلاً كلام سبعتك بعرف أنت عب العربي كبير هو بسطد يعني وجميل ومنشتة أنا بحبه تمام ومتابعه وجي عن قناعة وأيمان بأنه برنامج لذيذ وإنت حبيب كله يا حود أهلاً خليك أهلاً خليك منظرتي نقولك لأ لا طبعاً ده شرف لنا أنك أنت شرف أولاً إيه رأيك في المنشت كطريقة عامة يعني المنشت اللي هو الخبر الكلمتين اللي بيتقالهم قبل أي خبر يتحطم في المكهى عشان يجذبهم انتباه القارئ والله أنا شايف أن الحكاة على بعضها لذيذة وصحيحة وبعدين إحنا بنتكلم عن الظواهر اللي يعني اللي هي السلبية يعني تمام ودي موجودة الأصلي يعني هي موجودة وعادي يعني ما أنا والدنيا كلها بتقول أهلاً إن في صحافة إحنا الصحفيين نفسهم رفضنا أهلاً اللي هي بتعتمد في تسبيت كأنا على حاجات ضد مجتمعنا ناشروا فضائح ناشروا مش عاروه إيه حاجات بتسيق إلينا حاجات بتخلي الناس يقولوا بصوا بتاع الفنانين بيعملوا إيه وحاجات كده وبتاع وساعات الحاجات ما بتبقاش على أساس مزبوط أو ببقى فيه تصرع في إطلاقها أو فيه مثلاً زي حكات الأضايا والحاجات تبص لقى حاجات ييجي وبعدما الأضايا تطلع بتاع برقى بس مناب الناس غير التلقى إن هما يعني أه الأضايا لا أه 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 يعني إيه فيه حاجات كده فإن كانت النوعية دي يعني إلي إيه لا أخبرك بس برضو ما خطر فإيه المانع إن إحنا إن محمود قبيل وما تشت يعني سلط عليها الضوء بطريقة نذيذة كده علشان يعني أه؟ ولا إيه؟ بسبب الحب الحب الجميل صلاح عبد الله في أزمة نفسية شهد الفنان الكوميدي صلاح عبد الله متنكراً يتردد على واحد من أكبر الأطباء النفسيين في البلد والمقربون من صلاح أكدوا أنه يمر بأزمة نفسية عنيفة بعد فشل قصة الحب التي عاشها مع طالبة بالسنوية العامة وفوجئ بها منذ شهرين تخبروا بأن مشاعرها تغيرت وأنها أصبحت تحب زميلاً لها بالسنوية صلاح صلاح أخشي عليها من هول المفاجأة حتى كاد أن يسقط في النيل الذي كان يجلسان عليه عندكوب يا هباس ده فيلم ده فيلم مش مش قبر السنوية ده فيلم أستاذ إيه صحة هذا المشاة لأ مرة صحيته من عدد ما هو لذيذ بالصراح والله هو محسنت عايزة يبقى كنت يعني مختلف على اللي بس هو ده مخفيف يعني اولا ايه حكاية الفشل في الحب دي انا عيشت قصص حب كتير او كلها والحمد لله فشل اه لغاية متجوزت واتوقفت القصص اه طب الحمد لله الحمد لله مرقبلا بدي القاضي اصلا اه بتوقف اي قصص وحركات اه يا فضلت علي القاضي اللي في الاعداد ده بتاعات سرب خلاص ما تولع بقى المنتج يلغي عقده مع خالد النبوي بسبب سقوط فيلمه الاخير سقوط الفيلم الاخير كان خالد النبوي قد وقع عقد مع المنتج القيام بوطولة ثلاث افلام سينمائية مقابل مبالغ موزية على ان يزيد اجره في كل فيلم بنسبة 50% طب ده مش مهم ده حيث فوق المسل الشاب المنتج يقول له انه مضطر الى اللغاء العرض بسبب سقوط فيلمه الاخير عمر الفيلم خاصة ان الموزعين رفضوا مجرد التفاوض على شراء الفيلم هذا الفيلم يقوم بطولته وخالد بحجة انه متفرجا لا يمكن ان يخرج من بيته لمشاهدة فيلم من بطولته ده معلش اسمحنا انا اقول ايه فيه كلمة اسمها ضرب تحت الحزام بس اه 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 بس الضرب تحت الحزام جميل برضو اصله اه الحزام لما يبقى قوي يضربوك تحت الحزام طبع فما يقدرويش يضربو عند الحزام لانه بيعور الايد وبعدين يا سيدي انت لما تضرب تحت الحزام تبتدي اه تتخبت شوية فالواجع يعني يزيد عليك في الاول وبعد شوية الواجع يقل وهيدربو تاني في الواجع فيبقى عندك مناعة ضد الضرب تحت الحزام وانا بتضرب تحت الحزام بالطريقة دي من اول فيلم من اول فيلم بتضرب تحت الحزام فعمر 2000 الرد بتاعي انه الفيلم نمر احداشر والنهاردة انا عندي فيلمين سيناريوين يعني اه بعمل موعيدي على اني اشوف انه فيهم اللي هدخلوا الاول وده برضو احد نتائج المناعة ضد الضرب تحت الحزام وما فياش حاجة لما نضرب تحت الحزام ما احنا فنانين وشخصيات عامة وطرحين نفسنا للدنيا كلها ايه رأي ايه رأي الاستاذ خالد النبوي وبعدين اه ما ليش اسمح لي بقى ان انا يعني انا بحبك جدا فحنسيبك من الاستاذية دي وحاول خالد على طول مفيش ايه استاذية انت اه ايه رأي خالد في نظام في الخبر ده في خبر يعني حاجة شدتني ايه رأيك ايه في نظام الاحتكار ده هنا في مصر لا ممكن يحصل في العالم كله يعني حتى طب برا طبق فékاليو حضرتك يعرف استاذ عمر الشريف جولمبيا احتكره اول سبع س market يعني عانى كتير من مساءة الاحتكار دي الجميع انما اه طبيع ممكن قوي وارد ان يجي واحد يحتكر بس انا الحقيقة من اول ما طلعت واشتغلت مع الاستاذ يوسف شهين وكانوا متصورين أن أنا محتكر أنا نزلت والحقيقة وده ما نشط كان على لساني بقى يعني أشغلين أقوله في حاجات تبقى على لساننا طبعا كتير أنا قلت أنا لست محتكرا أنا مش محتكر لأنه الاحتكار ده بيخليني افرض المنتج بتاعي مثلا مش متعاقد مش حابب مثلا واحد زي مخرج كبير قوي مش عايز أقول أسماء أنا هيبقى نفسي قوي أشتغل مع حد زي محمد خان أو حد زي الشريفة عرفها افرض المنتج اللي محتكرني ما بيشتغلش مع دولي بقى أنا أخسرت اتنين مهمين جدا وفي غيرهم كتير إنما في ناس محتكرين وده بيخلي يعني كل نظام لو إيجابيات ولو سلبيات ده خبر في مؤامرة خسيسة وقريته أنا الحقيقة قبل ما ننتجي وبعدين قلت يعني دفعا الكلام ده لا يمكن يحصل إلا اللي راغب علامة استجاب الفنان اللبناني راغب علامة لدعوة مجموعة من الأصدقاء لحضور حفل عيد ميلاد في شاليب جبل لبنان على أن يأخذه الأصدقاء في سيارتهم من أمام الفندق على طريق الجبل وذهب راغب في المواد المحدة استحباه السائق والحارس إلى الشاليه الذي يقع في منطقة نائية أعلى الجبل وفوج راغب أنه راح ضحية مؤامرة خسيسة حيث تم خطفه وإيداعه في الشاليه وظل هناك مدة ثلاث أيام إلى أن سمع أحد المزار المزارعين صوت استغاثة فقام بنجدته أنا لما قريت دا وكنت بقول لمها زابلتنا طلقت عن ستات هم اللي خطفوه 100% فهيراية في الخبر دا فكرني بفيلم لمحمود المليجي كنت بشوفه أكيد أنا بحمل مسؤولية لمحمود المليجي فيلا يسرى للبيع يا ريت أنا ما عنديش فيلا خالص إزاي؟ من أولها هو بقول هالك أنا ما عنديش فيلا أنا شعرف إحدى الصاحب في صفحة الأعلانات عن بيع فيلا في العاشر من رمضان على مساعة تلاتين فدان يا ولد ووو الفيلا على مساعة أنا في أهم حاجة هماني في الخبر دا في الآخر ساعة تلاتين ولما كان الأعلان غريب في مضمونه بحث أحد الصحفين عن صاحب الأعلان وتبقى إنها الفنانة يسر وقالت يسر إنها أنا لقيت الفيلا كبيرة وأنا عايشة لوحدي فقررت بناء فيلا على بحيرة البورولوس حيث الهدوء الرومانسية والسمك فين البورولوس؟ ومعروف إن يسر قابل السمك جدا فقيت لي بس من الآخر فين البورولوس؟ عندك فكرة فين البورولوس؟ فين؟ عند عند بحيط البورولوس اللي هي اللي هي معرفة والله بس فيها سمك كويس فيها سردين كويس ما حبوش ولا أحبك ولا أحب السمك أحب السمك بس ما حبش السردين ايه أكتر حاجة دقيقتك منشاة RT ودقيق لما بيخشوا في خصوصيات أنا مش راكرا ايه هو المنشاة بس لما بيخشوا في خصوصيات ولما بقى ايه يقعدوا يقلفوا ويلحنوا أسعار ستا مليستيتمت يعني حاجة دقيقة عايزة أقول يا جماعة الحياة بتاعتنا الشخصية أنا بني قدماء الحياة بتاعتنا الشخصية غير مسموح للدخول فيها أكتر من اللازم ممنوع يعني معنى كلمة حياة شخصية يعني خاصة يعني بتاعتي والوحدي ده مش معناه ان اي حد يتدخل فيها لو انا سمحت لك بالدخول فيها قد كده مش معناه انك انت يبقى حقك تعرف قد كده هو قد كده وبس ونتظر بكل الناس تفرق من حكاة يا ريت تفهموا كده عشان يريحونا عشان انا ننهي مع بعض وانت عارف مش عاوز كتب انا كمان بس لازم اجري عشان عندي تصوير ايه احلى مرشاة تتماني تسحي الصبح سيفوة تسحي الصبح كده وغيرت جنبها كده هي بتاخد البراكفس بتاعها وتبص عاوزة مرشاة بقى هاية هو بعد لما هموت هيكتبوا عني كويس اول كمان بقى بالشرر عليك متوسط احلى مرشاة تسحي من نومة تسحي لا كمان مش عاوز دراما انا فيها لا متبلاش دراما دا يا بوكي احلى مرشاة تحب تقريه لما تسحي من نومة صبح ان انا قفشية السلام في العالم